السلام عليكم أسمع عبارة دائماً يقولونها الناس لا أعرف ليش من يجابوها بالضبط يعني أنه لما يشوفوا واحدة حجابها مثلاً ما هو صحيح يقولوا بلاها الحجاب ما أعرف يعني على أي أساس يعني جابوا هذا القرار أو الحكم هذا أنه الإنسان لو ما ضبط الشيء مئة في المئة لازم يطلعه أو لازم يسوي يعني حسنها جرأة على الله عز وجل يعني هذه الإنسانة ما نعرف حينها إش ظروفها أو شي ما نعرف إش التحديات التي تتواجهها ما نعرف كيف نفسيتها ما نعرف هي وينها في طريقها إلى الله عز وجل يمكن أن هي في بدايات يعني رجوعها إلى الله عز وجل وتجد صعوبة جداً كبيرة في لبس الحجاب فإحنا بدلاً ما نكون نعون لها نجي نتكلم عليها ونحسب بهذا الإحساس السيء جداً يعني أنك أنت غلط لو ما لبسوا الحجاب بطريقة سيحية أنت غلط في غلط طيب مثلاً أنا ما عندي شك الإسلام طبعاً يعني ويأوجب الحجاب وأنا أتمنى كل البنات يكونوا من حجابات الحجاب الشرعي ما في أي أشكالية لكن ما نجي نتكلم عليهم وراهم ولا نضحك عليهم ولا نجي نسخر عليهم في المجالس ونعملوا نكتة أنه لق بلاها طيب هل مثلاً لو إنسان صلاته مش خاشعة وما ينتبه في صلاته زي كذا نقوله بلاش خلاص بطل الصلاة لا طبعاً ننصحه ممكن نوجهه نقوله أني الواحد يأخذ وقته في الصلاة وفوائد الصلاة وكذا ونعلمه عن الفوائد وهذه الأشياء وبيننا وبينه هذا مش يعني ما نتكلم علي في المجالس بس إنه بيننا وبينه ممكن ننصحه في نفس الشكل الحجاب أيضاً ممكن ننصحها بيننا وبينها ممكن نوجهها بطريقة صحيحة لو ما نقدرنا نتكلم معها وما عندنا طريقة نتواصل معها ندعيلها من كل قلبنا من جد ندعيلها من كل قلبنا وما دينك هل إحنا مثلاً يعني خلصنا والله كل أحكام الدين ومشاء الله تبارك الله علينا يعني كاملين مكملين وما نعصي الله قاعدين أبداً عشان نتكلم زي كذا ترى حتى اللي ما يعصي الله يعني أبداً ما يتجرع على أن يتكلم زي كذا إنه عارف هو أنه أنا لما أسوي حاجة في الإسلام وربي هو اللي قد يوفقني فيها فقط هي من توفيق رب العالمين وربي ممكن يعني يحرمني من هذا التوفيق مرة لو أنا تفلسفت على الناس زي كذا في الواحد يعني يقدب نفسه يخليه يكون يعني أفحاله وبرش منك تقول تحطم الناس وتقول لهم كنام زي كذا والله العظيم بنات هذولي قاد يعيشون تحديات غير طبيعية بدأت في هذا الزمان والسوشال ميديا والمقارنة والأشياء كثيرة يعني صراعات لا حصرة لها فقاليا نكونوا بتفاعل مع بعض والبنت اللي محجبة اليوم حجاب مش كامل بكرا إن شاء الله تكمله وندعي لهم ونكون لوطفاء معهم في الكلام ونوراهم أيضا ترجمة نانسي قنقر